اتفق ممثل أربعة كتل برلمانية على تشكيل اتلاف نيابي يضم كتلهم لتمثل أغلبية برلمانية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل وضع ممثل الكتل ثلاث خيارات لاختيار الاسم الأول أن يتم تشكيل حكومة برلمانية صرفة من رحم البرلمان رئيسا وأعضاء وثاني أن تكون الحكومة مختلطة بحيث يكون للنواب حصة فيها وثالث تلك الخيارات أن يترك خيار تسمية رئيس الحكومة لجلالة الملك اعتصم عدد من موظفي أمانة عمان الكبرى أمام مبنى الأمانة احتجاجا على عدم تطبيق هيكلة الرواتب عليهم أسوة بالمؤسسات الحكومية وطلب المعتصمون رئيس لجنة أمانة عمان عبد الحليم الكيلاني باحتساب كافة خدمتهم من جهتها أكدت الأمانة أنه سيتم احتساب الرواتب وفق الهيكلة الجديدة اعتبارا من مطلع آذار وبأثر رجعي عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتون مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع النقابات الطبية احتجاجا على قرار الحكومة الأخير القضي برفع رسوم التسجيل لتخصص الطب في الجامعات الرسمية وتوحيد سعر الساعة في كل منها بمبلغ 100 دينار وأكدت وحدة المتابعة في الحملة أن هذا القرار يعني رفع رسوم التسجيل بنسبة تتجاوز 200% من سعر الساعة السابق صرح وليد البني المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني المعارض في سوريا أن الائتلاف سيعلق مشاركته في مؤتمر أصدقاء سوريا بروما احتجاجا على قصف حلب كما أكد أنهم لن يشاركوا في أي زيارة إلى موسكو أو واشنطن يذكر أن الطيران الحربي شن غارات جوية وأطلقت صواريخ سكوت على عدد من أحياء مدينة حلب أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحة وهدم قرابة الستين منزلا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان